ما نراه الآن في هذه الصور في هذه النوافذ الموجودة الآن على هذه الشاشة يوجد أيضا اشتباكات أو على الأقل منواشات بين الشرطة وبين المحتاجين في ميدان الكونكورد أو في جانب من ميدان الكونكورد وسط باريس قوات الشرطة شهدنا منذ قليل تقوم بمحاولة يلقاء القبض على بعض المحتاجين بينما المحتاجون يركضون ربما هربا من قوات الشرطة وقوات مكافحة الشغب قبل ساعة من الآن أيضا أو أكثر بقليل كانت هناك أيضا اشتباكات في جانب من ميدان الكونكورد بين المتظاهرين وقوات مكافحة الشغب وبينما في هذه الصور نرصد إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع من قوات الشرطة على المتظاهرين في محاولة ربما لإبعادهم عن التجمع أو محاولة لإخلاء ميدان الكونكورد الذي يتخذه المتظاهرون مقرا لإعتصامهم وتظاهراتهم في باريس تحديدا وسط باريس أمام البرلمان الفرنسي وقريب من قصر الإلزي طيب خالد يعني يبدو أن هذه الاشتباكات المناوشات بين الشرطة والمتظاهرين انسحبت إلى أماكن أخرى ليست فقط في باريس ولا مرسيليا لكن ربما أيضا في مدن وتظاهرات أخرى في شتى المدن الفرنسية التي تشهد احتجاجات غاضبة وكبيرة ضد إقرار الحكومة لقانون إصلاح النظام التقاعد الذي أقرته الحكومة دون تصويت للبرلمان المتظاهرون خالد يقولون أن الحكومة أقرت هذا القانون بمبدأ عملا بمبدأ القوة حتى وإن استخدمت المادة أو البندة الثالث من مادة 49 من الدستور ويصفون هذا الإجراء بأنه غير دموقراطي كيف يمكن أن نفهم أنه غير دموقراطي بالرغم من أن الحكومة استخدمت بندن ومادة موجودة أصلا في الدستور الفرنسي منذ 58 حياة همام قبل أن أقوم بالرد على هذه النقطة منذ لحظات تم مسائلتي من قبل الشرطة الخاصة الفرنسية بسبب تواجدي في المنطقة هذا يثبت على الأجواء الصعبة للغاية لأول مرة طبعا عندما شاهدوا كارت الصحافة تم طبعا تركي للعمل ولكن هذه الأجواء هي أجواء صعبة للغاية بتعيشها الشرطة الفرنسية ولهذا هناك حالة من التوتر ليس فقط من جانب الشباب ولكن أيضا من جانب الشرطة الفرنسية فيما يخص هذه المادة هي مادة دستورية ولهذا الحكومة الفرنسية تطبيقها نعم طيب اسمح لي خالي سأعود إليك سأعود إليك بعد قليل لكن دعني أوصف هذه الصورة نلاحظ على مشاهدين في كلا النافلتين على الشاشة اشتباكات تبدو عنيفة الآن بين القوات الشرطة الفرنسية وبين المحتجين وسط باريس على خلفية هذه التظاهرات قوات الشرطة ربما تلاحق بعض المتظاهرين والمحتجين على أطراف ميدان الكونكورد بينما يقوم المتظاهرون بالهروب من أمام قوات الشرطة التي نشاهده الآن على الهواء مباشرة وفي بعض الأحيان تقوم قوات الشرطة بإلقاء قنابل الغاز المسائل الدموة يبدو أن أجواء التوتر سيطرت الآن على ميدان الكونكورد مقر المتظاهرين وسط باريس والقريب من البرلمان ومن قصر الرئاسة الفرنسية فيما يبدو في هذه الصور أن قوات الشرطة الآن تتقدم قليلا في هذا الشارع تحاول إبعاد المتظاهرين وأخلاء المتظاهرين عن مركز وموقع تجمهرهم داخل ميدان الكونكورد بينما يواصل الصحفيون أداء مهامهم يقوم المتظاهرون بالهروب كما نرى في هذه الصورة من أمام قوات الشرطة التي تتقدم كثيرا ربما في هذا الشارع الذي كان يستخدمه المحتجون والمتظاهرون مقرا لتظاهراتهم بين الحين والآخر تقوم قوات الشرطة بإلقاء قنابل الغاز المسائل للدموع وربما يستخدم المتظاهرون بعض الحواجز المعدنية من أجل حماية أنفسهم من القنابل المسائلة للدموع ويستخدمونها ربما في الهجوم على قوات الشرطة ربما فارق المئتي متر بين المتظاهرين وقوات الشرطة قوات الشرطة تحاول إخلاء هذا الشارع بينما يقوم المتظاهرون الآن بوضع بعض الحواجز المعدنية أمام قوات الشرطة منعا لوصول قوات الشرطة إليهم لا أدري إذا كانت لي الحواجز هي من ضمن الممتلكات العامة في هذا الشارع في وسط باريس على أي حال ما نرحضه الآن وما نتابعه هو نوع من التوتر الذي يسيطر على هذا الشارع في جانب من أجزاء ميدان الكونكورد وسط باريس قوات الشرطة تحاول اللحاق بالمحتجين الذين يبتعدون في أحد جوانب ميدان الكونكورد وسط باريس يعني هربا من قوات الشرطة هناك بعض المتظاهرين يقومون بإشعال النيران ترجمة نانسي قنقر